رح نتابع كنا عم نتكلم على برنامج ماكروسوفت تيمز كلمنا على الباطات المتوفرة في هذا البرنامج كلمنا على المزايا المتوفرة في هذا البرنامج كنا عم نتكلم عن ترجمة النص بشكل مباشر تجيلات الاجتماع والنصخ المكتوب للكلام متوفرة في الباقتين الثالث والرابعة الغرف الفرعي متوفرة في الباقة الثالث والرابعة اللوح متوفر في الباقات الثلاثة الأولى الثاني والثالث والرابعة منع الضوضاء متوفر بكل الباقات استضافة ندوات عبر الانترنت صفحات لتجيل الحضور وتأكيدات البريد الإلكتروني وأعداد التقارير متوفرة في الباقة الأخيرة عرض تقويم اوتلوك الافتراضي متوفر في كل الباقات انضمام إلى الاجتماعات بدون حساب متوفر في كل الباقات التعليقات التوضيحية التعاونية متوفر في الباقات الثلاثة دردش والتعاون متوفر في كل الباقات كلمنا عنه هاي المزايا الأساسية المتوفرة في هذا البرنامج مع ملاحظة برنامج اوفيس تلاتمية وخمسة وستية ماكروسوفت تلاتمية وخمسة وستية متوفر في الباقات الثالثة والرابعة ولو التاني غير متوفر إذن هذا المزايا الأساسية المتوفرة في برنامج ماكروسوفت تيمز رح ننتقل للبرنامج التالي برنامج جوجل وورك سبيس مجموعة مجموعة عبارة عن مجموعة قائمة على السحابة من أدوات التعاون التي تقدمها جوجل يتضمن تطبيقات مثل البريد الإلكتروني جيميل جوجل درايف جوجل المستندات طبعا المستندات ممكن تكون نصية مثل برنامج الورد بشبه برنامج الورد أو جداول بيانات أو عروض تقديمية من إضافة إلى جوجل ميت يلي استخدمناه بشكل كتير كبير في المحاضرات السابقة الجيميل معروف البريخة مثل البريد الإلكتروني مخصصة للبريد الإلكتروني على وين البريد الإلكتروني بتعطي مساحة 30 جيجا بايت من الساعة التخزينية جوجل درايف هي عبارة عن خدمة تخزين سحابية تتقيح للمستخدمين تخزين الملفات ومشاركتها والتعاون فيها محرر مستندات جوجل كلمنا عليه بيشبه برنامج الورد ولكن ممكن العمل عليه من خلال وتصفح الإنترنت بدون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج أيضا جدول البيانات بيشبه الإكسل والعروض التقديمية من جوجل جوجل ميت أداة مؤتمرات الفيديو تتيح للمستخدمين جدولة الاجتماعات عبر الإنترنت واستضافتها ما يصل إلى 250 مشارك طبعا بعد قليل رح ندخل على البرنامج ونشوفه على الإنترنت كيف عم بتم الدردشة أو إجراء مكالمة كل هاي الأمور من خلال مجموعة برامج جوجل وورك سبيس أيضا نفس الأمر لدينا عدة باقات عدة باقات متوفرة مع برنامج جوجل وورك سبيس طبعا هاي الأدوات الأساسية جيميل والدرايف والميت الكاليندر المحادسة الشبيه الورد شبيه الإكسل العروض التقديمية الباقات بريد مخصص وآمل للأنشطة التجارية هاي الباقة بتبدأ في 60 دولار بـ 12 دولار بـ 18 دولار والباقة الأخيرة محتاج التواصل مع فريق المبيعات لمعرفة السعر هون بيعطينا بريد إلكتروني مخصص طبعا إذا كان عندي موقع الإلكتروني وعندي بريد إلكتروني مربوط مع الموقع الإلكتروني أيضا بإمكاني أني أربط هذا البريد مع الجيميل بحيث أني أستقبل وأرسل الرسائل من خلال الجيميل ولكن الإيميل ليس على الجيميل هو إيميل خاص بالشركة أو بالنشاط التجاري للشركة مربوط باسم الموقع للشركة مثلا إذا كان عندي الموقع اسمه X4Beat فممكن يكون عندي إيميل اسمه info at x4beat.com فممكن أربط هذا الإيميل الخاص مع الجيميل وأستطيع من خلال ربطه مع الجيميل إرسال واستقبال الرسائل ولكن مع الإيميل الخاص وليس إيميل على الجيميل وهون بيعطينا الباقة الأولى أني أحصل على بريد إلكتروني مخصص هون بيعطينا اجتماعات فيديو تضم 100 مشارك مساحة تخزين 30 جيجا عناصر الأمان والدعم الأساسي الباقة الثاني بيعطينا بريد إلكتروني بيعطينا اجتماعات بالضم 150 مشارك مع ميزة التشجيل مساحة تخزين تبلغ 2 تيرا لكل مستخدم وعناصر التحكم والدعم التقني الأساسي الباقة الثالثة هي 18 بريد إلكتروني مخصص اجتماعات بالضم 50 مشارك مع ميزة التشجيل وميزة تتبع الحضور مساحة تخزين تبلغ 5 تيرا بايت لكل مستخدم أناصر التحكم المحسني والدعم الأساسي تتوفر ترقية مدفوعة للحصول على الدعم المتقدم والباقة الأخيرة طبعا المنتجات فينا نشوف هوني المنتجات البريد الإلكتروني الجيميل تقويم لدرايف الميت المستندات مثلا خلينا نشوف المستندات جوجل هذا البرنامج اللي بيشبه برنامج الورد ولكن ممكن العمل عليه من خلال متصفح الإنترنت فقط بدون ما يتم تنزيل أي برنامج طبعا رح يطلب مني معلومات اسم النشاط التجاري اسم الشركي فلازم أعبي هيا البيانات بيختحنا برنامج بيشبه برنامج الورد والأدوات الأساسية المتوفرة ضمن برنامج الورد وبيصبح بإمكاننا كتابة وتنسيق المستندات هذا البرنامج الأول البرنامج الثاني جداول البيانات بيشبه برنامج الإكسل وبرنامج العروض التقديمية اللي بيشبه برنامج الباور بويت المراسل أيضا بإمكاننا من خلال جوجل وركس بيس المراسل المؤتمرات الجوجل ميت اللي بنستخدم لإنشاء اجتماع بشكل سريع ممكن نقول له ابدا أيضا لازم ندخل البيانات ولكن رح أدخل على الجوجل ميت من الإنترنت رح أقل له جوجل ميت رح أدخل على جوجل ميت من خلال جوجل ميت فيني قال له مباشرة أنا مسجل تجي دخول على إيميلي فيني مباشرة أنا أقول له اجتماع قل لي اجتماع في وقت لاحق اجتماع فوري أو جدولة اجتماع مثلا إذا قلت له اجتماع فوري فيبدأ في إنشاء اجتماع فوري جاري إنشاء الاجتماع بهذا الشكل الآن بينشئنا مساحة عمل خاصة بالاجتماعات يظهر في الأشخاص يلي رح ينضموا للاجتماع من خلال ألسار الرابط مجرد ضغط المستخدم المدعو للاجتماع على الرابط بتم انضمامه للاجتماع طبعا بالإمكان تحديد إنه من خلال الإعدادات إنه الأشخاص يلي رح يدخلوا على الاجتماع بيتم انضمامه بشكل مباشر أو الشخص يلي قام بإنشاء الاجتماع لازم يسمح يعطيه سماح بيظهر رسالة هل تريد السماح لهذا الشخص بالانضمام إلى الاجتماع فلما منعطيه موافق بيتم انضمامه إلى الاجتماع طبعا بالاجتماع ممكن يكون فيه عنا فيديو يمكن يكون عنا صوت طبعا هذا الرابط منسخه منبعته للأشخاص يلي رح ينضموا للاجتماع بهذا الشكل بيتم إنشاء اجتماع على الانترنت من خلال برنامج الجوجل ميت بهذا الشكل اتكلمنا اليوم على الأدوات الأساسية المستخدمة في التعاون عبر الانترنت سواء كان دردشي سواء كان اجتماع فيديو اجتماع صوت التعاون مع المستندات العمل على مستندات مشتركة سواء كان هذا الملف ملف نصي او جداو البيانات او عروض تقديمية اليوم اتكلمنا في محاضرة اليوم على التعاون عبر الانترنت وشفنا البرامج الأساسية المستخدمة في التعاون عبر الانترنت اتكلمنا عن أشهر البرامج المستخدمة في التعاون عبر الانترنت مثل برنامج جوجل مثل برنامج ماكروسوفت تيمز جوجل وورك سبيس وبرنامج الزوم البرامج الأساسية المستخدمة في التعاون عبر الانترنت اصبحت من الأمور الأساسية مثل ما تكلمنا لمعظم الأنشطة التجارية او التعليمية او حتى الأفراد طبعا تكلمنا كيف بتم تكلمنا عن الباقات المتوفرة في كل برنامج من هاي البرامج مزايا كل باقة من هاي الباقات المزايا الأساسية ايضا طبعا شركة جوجل ايضا بتوفر الباقات يلي تكلمنا عنها هاي الباقات يلي تكلمنا عنها التابع على شركة جوجل ايضا من الخصائص المتوفرة في الباقات المتوفرة لشركة جوجل نزار تحميل أي الباقات طبعا يعطينا مدة تجربية هي 14 يوم فينا نختار أي باقة ونقوم باختبار الباقة لمدة 15 يوم إذن بهذا الشكل اليوم تكون تكلمنا عن الوحدة الأساسية اللي اسمها التعاون عبر الانترنت طبعا هي تم إضافة هذه الوحدة إلى الإصدار الجديد من البرنامج قيادة الحاسب الآلي ولكن أصبحت من الأمور الأساسية والضرورية يلي لازم تكون متوفرة ومعلومة عند كل شخص بهذا الشكل نكون وصلنا اليوم لنهاية المحاضرة رح أرسل المحاضرة على المجموعة رح أرفع المحاضرة وأرسل على المجموعة في مجموعة من التطبيقات رح أرسل بحيث نعمل عليها خلال الأسبوع التطبيقات رح يكون تطبيق خاص ببرنامج الباوربوينت وبعض الأسئلة والتمرينات على التعاون عبر الإنترنت بهذا الشكل رح أنهل المحاضرة اليوم ونراكم غدا إن شاء الله في محاضرة جديدة تتكلم عن الأمان والحماية ونراكم غدا إن شاء الله وبالتوفيق السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر